اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأن يقرنوا علمهم الصالح الذي هو عندنا جميعاً لا يخرج عن كونه كتاب وسنة وعلى مناج السلف الصالح أن يقرنوا مع علمهم هذا والاستجازة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً العمل بهذا العلم حتى لا يكون حجساً عليهم وإنما يكون حجساً لهم يوم لا ينفعوا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أحذرهم من مشاركة كثيرين ممن خرجوا عن خص السلف بأمور كثيرة وكثيرة جداً يجمعوا كلمة الخروج على المسلمين وعلى جماعاتهم وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله تبارك وتعالى وعلينا كما قلت في جلسة سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى وفي لعادة إفادة وعلينا أن نترفق في دعوتنا المخالفين إليها وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى دائماً وأبداً ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأحق من يكونوا باستمالنا له أو معه هذه الحكمة هو من كان أشد ختومة لنا في مبدأنا وفي عقلتنا حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي يتنى الله عز وجل علينا وبين ثقل أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل فأرجو من إخواننا أرجو من إخواننا جميعاً في كل بلاد الإسلام أن يتأذبوا بهذه الآذاب الإسلامية ثم أن يتأذبوا من وراء ذلك وجه الله عز وجل لا يريدون الجزاء ولا شكور ولعل في هذا القبر في فاية والحمد لله والحمد لله